تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اختتمت منافسات بطولة سموه لسباقات القدرة والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية ونظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة وسط مشاركة واسعة وتنافس مثير وتبع سموه سباق الرئيسي الذي أقيم لمسافة 120 كم وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن عالم رياضة القدرة في مملكة البحرين يسير وفق رؤية ومنهج التطوير ومواصلة الارتقاء حتى تحققت العديد من هذه الأهداف بفضل اهتمام وحرص الاستبلات على المشاركة القوية وتهيئة الفرسان بشكل سليم وتواجد أفضل الجياد مبينا سموه إلى أن الجميع يعمل على هدف تأكيد مكانة رياضة القدرة البحرينية التي أصبحت علامة فارقة في تمثيل المملكة خارجيا بعد الإنجازات العديدة التي تحققت في الفترة الماضية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمدان المنافسة القوية التي شهدتها البطولة تأكيد على الإمكانيات العالية التي تمتلكها الاستبلات والفرسان وحرصهم على تقديم أفضل المستويات مشيرا سموه إلى أنه حريص على دعمهم عبر مضاعفة الجوائز والمكثآت وهو ما سهم في إبراز السباق بصورة مميزة من ناحية التنافس والسرعات العالية وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تهانية للفائزين بالمراكز الأولى في السباق متمنيا للإستبلات التوفيق والنجاح في البطولات القادمة كما أشاد سموه بالنجاح الذي تحقق في سباق 120 كم والمنافسة القوية وهو ما سيكون دافعا كبيرا نحو مواصلة تحقيق الأهداف في البطولات القادمة مشيدا سموه في ذات الوقت بجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أكفة اللجان والمنظمين وحرصهم على بذل الجهود لإخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية هذا وقد أناب سموه سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتتويج الفرسان الفائزين حيث فاز الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي من استبل الرعود بلقب بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباق القدرة لمسافة مائة وعشرين كيلومترا فيما جاء في المركز الثاني الفارس عيسى العنزي من استبل فيكتوريوس وجاء في المركز الثالث الفارس سلطان الرميحي من استبل الزعيم كما تم تتويج الفائزين في سباق الاستبلات الخاصة حيث جاء في المركز الأول الفارس حمد الخاطري من استبلات الرعي وحل في المركز الثاني الشيخ صقر بن خالد آل خليفة من استبلات أحمد الفاتح وحل في المركز الثالث الفارس عبدالله النعيمي من استبلات المغيرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر